أين النظريات دي؟ في الأولى النظريات الاسمية زي ما قلني أخراسك ما ينتعش نتكلم فيها عيب يعني العصر ده تستحقش خوف وخافرة و 2500 سنة بالميلاد ومطرقة وأزمير وزلاجة كلام يعني عيب نتكلم عليه والله النظريات الثانية نظرية أعرام من خلطة أو كومفريت طاحب من طرح هذه النظريات 86 عالم فرنسي طاحب مؤسسة اسمها في عجلة بيقول الأهرام دي كلها على مستوى الكوكب أرض كله من كومفريت وطرح نظريات اعتبرها بيرامد وعد وعد يعني الأهرام عالمية طريع نقد رهيب دي كله موجود على جوجل وهجموه وحاجة زي كده بس هو رد على مصر رد سخير لما كلمه الدكتور حواس واعتراض على كلامه الحقيقة رد رد مش يعني لا رد عندنا كان معقول ولا هو رده كان مهزم فبالتالي هل نتجاوز بالرد اللي حصل رسمي من هنا والرد التاني اللي جي من عنده هو نعطيب الرد سخير بس هو التالي على العنماء الأثار والجيوجيين في مصر قالوهم يبصوا ناصر وشاكين حاجة تالي عليهم وابتكر ان هو بقى يعني خلاص الجوصل اللي بتايها هذا الرجل كان طرح نظريات الواحدة الأول بعد كده ايديتها مموعة من المحوث المشهورين منو واحد أطاقب أصل مصري اسمه ميشيل برسوملو أصل مصري وكان معا مجموعة معا 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 تاني واحد اسمها سارة وواحد اسمه هوب فالياني اسمه ماريو كولي باردي كولي باردي المهم ان تنشروا باحثوا وقيدوا كلامه معنا كده النظريات تاخد ايه هو ايه هو كان يخشى علم تاني بلجيكي اسمه جيد ديمورتي كان خايف من رأيه جيد ديمورتي خلال سنة او 2 من الأسكر ايه كلامه لكن زي ما بيقوله جاي كحالة عماها قال ان الأهرام النظريات جيوزيب دابيدو بيتسليمة لكن الأهرام كان بيتم حلقة أحجارها قوله هنا بدل ما يقوله جاي كحالها عما دوها داب ايه بدل ما يكحالها عماها من النقطة دي حصل علي نقد كبير مش هقوله عشان ما يحبش حد يطلع الكلام اللي هيتنقل يوها بني الكلام من على اليوتيوب ولا محتاج لحد أصلا النقطة اللي استادوها اللي استادها منه فعلا اللي اتقاطها بزكاء الباحث سابريكي قاله الكلام اللي انت بتقوله ده محتاج إذا فيه حل محتاجين المصري محتاجة في العصر ده خمسة وسبعين مليون حسبها خمسة وسبعين مليون طن من أخشاب يحرقوا ومعنى كده المصري تبقى غابة محتاجة غابة احنا كدش عادين غابات في العصر ده فالرجل رأيوا منطقه فيه نقطة هنا بقى كلهم من عارض ومن اتطفق لم يشيروا الهلايا ما عشروس إيه هي إن هما نظروا للأهرام الحالية بالشكل اللي احنا شايفين كلنا ده ديه أهرام الحالية أماما لكن من 800 سنة كان الشكل ده حاجة تانية 800 سنة قبل هدم صراح الدين وابنه العزيزة عثمان وما سبقهم رومان وقد بطرما وفرس هدموا مجمع ضخم جدا وفق كلام البغدادي والمقريزي وابن الياس وابن طغربير وابن طغربيردي وابن الأسير وكتير كتبين إن الأهرام اللي اتهدمت حوالي 18 والمجمعات كانت ضخمة جدا تقريبا بنتكلم على ما يقرب من 30 مليون طن وانشاءات مباني وهرامية على هضبة البيزة البحث الأمريكي كما كلم قال الشكل الحالي طبية الهضبة الحالية محتاجة 75 مليون طن أخشاب الحالي أخشاب تحمل أي نسبة حتى وقتها وقال لكن لو يجل الحقيقة لكها محش حاجة هنلاقي نفسينا فعلا ممكن نوصل ل 300 مليون طن خشاب عشان ومعنا كده المنظرية دي تعمل عليها هي عمل هجيب منين 300 مليون طن ما عاش حاجة النقطة التانية ان هو عمل تجربته على ان الهرام الحجارة او كل مدماج او كل دور بطريقة الشترنج ما احنا عارفين مرة يصبوا الاسود ومرة الابير الحساب اللي يتم ده نعدينا عارفين الاتباع ده ده بكم مدماج كم دور 46 متر الاشر الرقم ده صعب يا جماعة منينهو الهرام ده تحديدا 218 مدماج فص القعدر 50 سنتي يبقى 219 والبنبن نص هو لان الناس قطار يعني انت بتتكلم حوالي 230 تقريبا لان الحجارة بتبقى اقل شوية تاخد قياس طورة تقريبا هي ليش من طورة بس تاخد قياس طورة طورة التخسية بس معنى كده ان انت محتاج وفي النظرية الـ WX قال ان الدور الواحد او الخطة الواحد او المربع الواحد 45 و 50 يوم يعني معنى كده في الموسم الواحد هتعمل دور مرة الابيض ومرة القطعة البيضة يعني عشان تكمل 230 سنة ليه لان انت عندك شتة في بقية السنة مش هتشغل في الموسم واحد رمضت مرية الخلطة بازل ده محدش قالك عند ابي كده يبا وفك نظرية جوزيب دبيدوبينس الهرم الاكبر يحتاج الى 230 سنة وده كلام يضر بالنظرية تبقى التالي نقطة تانية هو اعتبر اكسير الكلسة من الواحد دير يعني اساسي في الخلطة بتاعته الورد اما يستخدم اكسير كاسة من بيزة في الجيل الحجر الجيلي ده هياخد وقت في الحرق ده وقت مضاعف او ياخد من ترى ورده وقت مضاعف او يجيب او المصريين يكونوا استحضروا بالنقطة اللي ما يشئوا لها خالص وهي الجيل الخبيب بتاعنا الحجر الجيل الهش اللي بيبوه من بني خالد ووادي السريرية ما حدش اقرب وقالف انه ممكن المصريين يجيوه لك انا موافع عن الكلام انا ممكن المصريين يجيوه لكن كل احضره حبل الجير من الميليا وفي اللحظة دي الهد اللي بيتقال كله موافع عايزين تلعبه يعني نلعب على النظافة ونتكلم جديد يعني نهد الهد في ماجهو زيب دي الويدو بيتس ايه يكسكس طبعا هنا هو ان اول ما انتركوه الجماعة عندنا ان اليمان بينت الحالين وشو عايزة في في الكتاب المقدس في شراف الكلام دوا وفي في عندنا ايه صريحة عن بناء فرعولي الطير صحنا على الياه ً والسواب اه اه فوقت ديه هامان على فين ايه ايه اخر San وا ايه هدل نا ه Milli اقولنه بس الله عهزة اخر شوف اهو العلم اهو عملية نقل وشير لكلام وتسويق الكلام جوزيف دي بيتموزي سببه جماني اللي نقح هينا مرة واحدة عبطين اهو شوفتو الاجهه ده الي قال فلو انا بدينا مستني جوزيف دي بيتموزي ايه الكلام نا نبدأ بيدوز نفسه وقعته مغزرة. انه خلال سنتين ثانية طلع تاني كتاب نظريته بتخدم الكتاب المقربة. يعني نفرع الكلام ده. على ابنها دين. اه. انت عايز تخدم. اه موسى. انا اخدم محمد ونخليها بقى ايه برقة موسى وفرقة محمد وفرقة عيسى ونلعب كورا. احنا كده بنلعب بالدين صحة ولا اكت. خلاص بكلام كونه ما يتحقش حقيقة ونهدي العملية دي خاص. يعني بناءا عليه. ما ينفعش ان ايش انا مش هقول. الكلام اللي موجود على النتة ويوتيوب. كله موجود. كله موجود. كله موجود على جوجل. مش هكرره. انا هقول النقاط لخشب. واكسيدي الكشب. حاجات اللي ما حدش خالها يا ايه. اه. اه دا الدالت اه نظرية بتكلم على الارض اللي انت فيها. قاوم عادي. العمليك. اه. العمليك القاوم العمليك اللي كان موجودين في الهو حاجة تانية. ومسموهم عمليك. لكن العمليك المؤسلين ضخم. عشان انا محد يكلم عنه. عمليك تلا حاجة في ستة فيسبوك. عارفهم عزيز. دلع الاسمه. كل يشواء يكلم عنه. انا سيدي عارفين عمليك ده هو. قبيلة قاومي حال. لكن مش دول المؤسلين المؤسلين بالعمل. ادم اللي يكلمونا عنه. 36 متر. 36 متر. كلام ده. نعم. لأ صباح. دين بقى دكتور ايمان فيه. دكتور ايمان فيه. ايه. 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 بين دكتور ايمان. مديم في بديلة دكتور ايمان ايه. ايه. دكتور ايمان تسمعي. تسمعي. دي كلام. دكتور ايمان عباد. المسكة للإبراح مافيش اي دليل يزمي لديه فهمة ضخم مايدفعش نتكلم عن كلام دا ولا الحجرة ولا نقلها ولا المصالح مايدفعش الكلام دا خالد كلام مع قومة عادة كانت عن الموضوع التاني خالص ممشي عندي دا ممشي كلام قومة عادة حقيقة يعني مش عادت ومنطلقوا الهين بردو عشان كده اه 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 اخير فيه حرم بحنا اسئلة كده لا انا مثل اث doable زي الهرب الم해 درجة عن المبوض الا القطس ه هتكلم هتنا بأن خط قطس قدوب جنوبي هقولك هل ي once would be considered ابعاد الاس혼 خشي به solid bir moode مش هادي exceptions لا انا با ايش معنى اللى موجودين سواءاذ follow Kim او مكسيك وانبيرو وفي الصين وهو الخط العربي بالكامل لهم نسب وتناسبات ولهم أشكال بس المصدر بتاعهم كان هنا جاء على القدب الجنوبي واللي تشيك الاثنين دولت المهارمين اللي خلفوا عن كل الأشكال اللي احنا نهرفها على الخط العربي كامل اللي هو جاي من أول مكسيك لحد الصين دولت كان المصدر بتاعهم او السينيور كان الهرب دولت لكن الجنوبي ليه يبقى زي مكيزة ايه من اللي انا بقاعدة سنة مكيزة بص بي قاعدة لازم ما تنبعش تثبتها لابس ما تنبعش يبني على حاجة يعنيها اخلاف بس بي حاجة تكادر تفهمها من مداخل المهارمين اللي المدخل دوع داخل فانت عندك استثناءات حصلة مش بأوروبا بس او في طوسنة او شي لا عندك استثناءات في هوارة المدخل هو الهرم الوحيد من الجنوبي فبحسب المدخل بيتحدي البعد او تدوى تسميه النجم اللي بيتبعد مش كل الهرم تجبع عليكم واحد غلط الكلام ده انت فست شابكة نجمية ضخمة او البراد النجمية البراد النجمية مش الكوادل النجمية نفسها النجوم نفسها النجوم والجموعة تقول اللي تشاركة ضخمة فبيحة منها الناس كثير موجودة عندنا هنا مشاركة وحدة تخزر معنا من زمان وميزعبونا ومتعينا يعني مش كل حاجة يعني جيزة جيزة مباشرة يبقى نموذج هو استطمد شكرا